السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات سأشارككم اليوم معلومات هام ومفيدة حول كيفية تنزيل الوزن وكيف يمكنكم خسارة 25 كيلو جرام أو أكثر سأساعدكم على إنقاص وزنكم الزائد وسأخبركم بما يجب فعله وما يجب الامتناع عن فعله وكيف تحققون ذلك لتكونوا بأفضل حال أول خطوة عليكم اتباعها هي إجراء بعض التحاليل المخبرية البسيطة ربما لديكم مشكلة في الغد الدرقية أو مشكلة في الغد الكذرية أو ربما لديكم مشكلة هرمونية فأنتم بوجود هذه المشكلات لن تفقدوا الوزن الزائد أبدا إلا بمعالجة أصل وجذر المشكلة يعتقد الكثير من الأشخاص بأن زيادة السعرات الحرارية هي سبب سمنتهم ووزنهم الزائد وهذا ليس صحيحا فالسمن والوزن الزائد سببه الرئيسي وجود خلال هرموني في الجسم زيادة وزنكم بسبب نظامكم الغذاء الخاطئ واختياراتكم لأطعم غير صحية يسبب خلال هرموني في أجسامكم لذلك فإن إجراء فحوصات مخبرية أمر هام وضروري ويفضل أن يكون ذلك بإشراف الطبيب الخطوة الثانية التي يجب عليكم إجراؤها هي التأكد من أن الأدوية التي تتناولونها لا تسبب زيادة في الوزن فالعديد من الأشخاص يتبعون نظام تغذي صحي لكنهم يكسبون الوزن بسبب تناولهم لهذا الدواء أو ذاك الدواء ومهما حاولوا أن لا يكسبوا الوزن فلن يستطيعوا تحقيق ذلك لذلك أنصح كل واحد منكم أن يسأل طبيبه المشرف على حالته هل الأدوية التي أتناولها لها علاقة بسمنتي وبكسبي لوزن زائد وهل تمنعني هذه الأدوية من أن أفقد وزني الزائد مع أنني ملتزم بنظام تغذي صحي وعندها يمكن تبديل الدواء أو تعديل الجرعات من قبل الطبيب الخطوة الثالثة عليكم باتباع نظام تغذية صحي منخفض النشويات والكربوهيدريت وغني بالبروتين والدهون الحيوانية والصحية إذا أردتم تنزيل الوزن بشكل سريع وطريقة صحيحة فإن النظام التغذية الصحي والمثالي هو نظام منخفض الكربوهيدريت ويعتمد بشكل أساسي على الدهون والبروتين الخطوة الرابعة عليكم باتباع الصيام المتقطع بدون جوع وبدون عطش ليس مطلوبا منكم أن تجوعوا كي تحققوا رغبتكم في خسارة الوزن الزائد بالتأكيد لا السر في الموضوع وعليكم أن تعرفوا ذلك جيدا يجب أن تتغيروا وتبدلوا حالتكم من حالة حرق السكريات والنشويات والكربوهيدريت إلى حالة حرق الدهون عندما تتبعون الصيام المتقطع تتجه أجسامكم إلى حرق الدهون المتراكم لديكم لأنكم خلال ساعات الصيام لا تدخلون إلى أجسامكم سكريات ونشويات فدخول أي من السكريات أو النشويات خلال ساعة الصيام ولو قطع التفاح صغيرة يوقف حالة حرق الدهون فورا ويبدأ الجسم بحرق ما دخل إليه من سكريات ونشويات يظن عدد كبير من الأشخاص بأنهم يستطيعون إسكات شعورهم بالجوع من خلال تناول قطعة من الفاكهة أو قطعة من الكيك أو من خلال تناول الحبوب الكاملة عدس حمص وهذا غير صحيح على الإطلاق فهم لن يستطيعوا التخلص من الجوع طالما هم مستمرون بتناول الكربوهايدرات والسكريات والنشويات وللأسف هم سيبقون جائعين على مدار الساعة فأجسامهم طوال الوقت تبقى تعمل وتبذل الجهد لحرق ما يدخل إليها من كربوهايدرات ونشويات فيشعرون بالجوع والتعب باستمرار ويأكلون باستمرار وبالتالي فإن الوزن لن ينزل أبدا بل إنهم سيكسبون الوزن يوما بعد يوم إذا كنتم تتناولون ثلاث وجبات يوميا ووجبتين خفيفتين صغيرتين فإنكم لن تخسروا وزنكم الزائد ولن يكون بمقدوركم تنزيل 25 كيلوغرام أو أكثر من وزنكم ابدأوا من هذه اللحظة بحرق الدهون وليس بحرق السكريات والكربوهايدرات وهذا ما يحقيقه لكم النظام منخفض الكربوهايدرات والصيام المتقطع تناولوا الدهون وعندها ستحرق أجسامكم الدهون المتراكم فيها أما إذا تناولتم السكريات والنشويات فإنها ستحرق السكريات والنشويات ولن تحرق ما هو متراكم لديكم من دهون النظام منخفض الكربوهيدريت لن يسبب لكم الجوع والتعب بل هو نظام سهل وبسيط وليس فيه تعقيدات وحسابات لسعرات حرارية هذا النظام سيعيدكم إلى حالتكم الطبيعية ويعيد هرموناتكم إلى مستوياتها الطبيعية والمنطقية وسيعمل على توازن الهرمونات في أجسامكم فتساعدكم على حرق الدهون المتراكم بدون معاناة مع الجوع وخاصة هرمون الإنسولين فارتفاع مستوى السكر في الدم يؤدي إلى ارتفاع الإنسولين وإلى إيقاف حرق الدهون لذلك قللوا من تناول الكربوهيدريت والنشويات فكلما قللتم من تناولها يستقر الإنسولين في مستواه المثالي والطبيعي وتهيئون الفرصة لحرق المزيد والمزيد من الدهون وبشكل أسرع من البديه أن تتجنبوا تناول الحلويات والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه والماكرونة والنشويات بشكل عام فجميعها تتحول إلى سكر وترفع مستوى السكر في الدم وترفع الإنسولين وتوقف حرق الدهون تجنبوا أيضا تناول الزيوت المكررة النباتية السائلة والمهدرجة فجميع هذه الأطعمة تسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون وخطورة حدوث التهابات في الجسم تناولوا البروتين الحيواني لأسماق الدهنية والبيض وتناولوا أيضا اللحم الأحمر ولحم الدجاج بكمية أقل الكربوهيدريت التي تتناولونها حاولوا أن تكون من الخضروات الورقية والخضار الداكنة والبذور مثل بذور الشية وقللوا جدا من تناول الخبز تناولوا الدهون الصحية وخاصة المكسرات الجوز واللوز وتناولوا زيت الزيتون وزيت جوز الهند حاولوا الابتعاد عن الضغوط النفسية وقللوا من تناول المنبهات ابتعدوا عن السهر كي لا يرتفع الكورتزول لديكم ومارسوا الرياضة والمشي وتمرين التنفس كل ذلك سيساعدكم في تحقيق هدفكم بحرق الدهون والتخلص من السمنة وتنزيل وزنكم الزائد أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو دروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحم والمغفرة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطن والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراساتنا وبحثنا المستمر دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون من يرغب بدعم القناة واستمراري قناتي واستمراري بتقديم الفيديوهات يمكن أن يدعم قناتي من خلال ميزتين ميزة شكرا وأيضا من خلال ميزة الانضمام إلى القناة أحبكم جميعا عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته